تدريب النادي الاهلي كان محمود كهربا موجود في التدريب واتمرن حلو مرن جميل وتمام التمام ورجليه حلوة وفلة وجميلة ده الحقيقة بيسعدنا قدي كهربا الشحات انا بحب ضحكة كهربا ودي افشا انا عايز بس ايه انا متعمدين دلوقتي اللي احنجيب لكم الكواليس دي اللي انتو بتفتقدوها عايز احسسك انك موجود في التمرين انك عايش مع الفرقة بص كهربا افشا ودي امام يا الهرابياد الربع ده مدمر يا الهرابياد شحاته افشا وامامه كهربا يعيني ده يا جمالهم يا جمالهم يا حلواتهم يا حلواتهم بصوا الجمال هو 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 كهربا وامام علاقة خاصة بس عايزك تبص على افشا ومعنى مياته عاملة ازاي رغم انه مش اساسي ده اللي كتب اقوله له اقول له افشا حتى مش اساسي مش مشكلة هتلاقي ربنا بيكرمك كرم كبير دلوقتي افشا لعب العندي اقتين جب جون الماتش اللي فات نزل الشوت تاني كسر الدنيا غير شكل المباراة فده الجميل ياسر طبعا عنده بدلك لانه ياسر في افضل 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 حالاته فاصابة اصابة خفيفة ان شاء الله بس طبعا امش هايز يخرج من الملعب خاصة انه عندنا ازمة في الهتة دي يعني اشرف داري مصاب يوسف ايمن يمكن لسه ما كانش خد على الدنيا شوية اهو يوسف غيرتنا جلنا جبنا سيرت حاجة تجيب لنا فلوس كتير بس برضو كل دول بالنسبة لنا كنوز يعني يعني ما كانش موفق اول مباراة اللي فاتت لكن ده امر طبيعي الولد الصغارين بقى مصطفى ابو الخير ومحمد عبدالله والوافد الجميل وسامير محمد وعمر الساعي وكوكا انا عايز اوصف لك قط اللبس دي مصطفى شبير قط اللبس دول خلي بالهاد لكن اللي هما دول اللي ما شاركوش المباراة كلها يا كريم ندفد موجودين في الملعب اللي شاركوا في المباراة بياخدوا جري كده خفيف واستشفاء يعني جهاز الفن رامي ربيع نجم الموسم الماضي ونجم الموسم الحالي حتى الان الحقيقة رامي ربيع سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي حاجة كده تسعد قلبك وتفرحك كده على نمازج الاصرار جهاز الفني دائما وابدا العدل جميلة تحية كل العيب الحقيقة قبل النزول حراس تلاتة لانه شناوي لعب مباراة عظيمة رائعة ممتازة مباراة الحقيقة قدم مباراة رائعة ودي السلاسي مصطفى شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف جدية شديدة جدا في التمرين للجميع كل واحد على أهبة الاستعداد كأنه هو اللي حيلعب كأنه هو المتحمل المسئولية كولر بقصة ضحكة كولر بتباني يا جماعة نارضة وجه رسالة كده ليه الجمهور عبر انستجرام الحقيقة في حالة في حالة جديدة تحسى في الناد الأهلي وكأنه مثلا عرض سيء أو خسارة بركلات الترجيح خلت الدنيا كلها لا الدنيا كلها تتغير عجبني كريم الدبيس وإصراره ورغم أنه ما بلعبش الولد محمد عبد الله ده هيبقى حاجة جميلة جدا إصرار الولاد الصغيرين رضا سليم لما بينزل الولاده بيبقى كواس جدا عمر كمال بيرستا وامبارح لما نزل رغم من الوقت وليل لكنه واخدها بجدية شديدة جدا الجهاز الفني واخد الأمر كله بجدية وأنا تاني حرجع أقول لعيبة السنة دي المتشاط كتيرة جدا وديك لسه بتقولي هادي عندك ياسر مصاب أشرف داري مصاب يوسف كان عنده ارتجاج في المخ أو شب ارتجاج عفوا لكن الحمد لله زي الفل كارابة كان عنده إصابة خفيفة لسه عليه معلول يرجع لنا بألف مليون سلامة بإذن الله للفرقة ويرجع بحالته الجميلة الطبيعية اللي كلنا مستنينها منه بأمر الله سبحانه وتعالى والأمور جميلة والروح طيبة والإصرار موجود كل الناس اللي بنقول ما بيلعبوش حتلاقي نفسهم حيلاقي نفسهم أساسيين في الملعب وموجودين في الملعب لا وقت للهزار لا وقت لإضاعة الوقت تستفيد من كل لحظة من كل ثانية عشان ربنا يكرمك في اللي جاي بإذن الله تدريب علامته الجدية والتركيز والروح الجميلة الطيبة ده اللي واضح خلاص قصة منتهية طيب كل واحد لازم يكافح بقى بيرسي تاوي يكافح عشان يرجع للتشكيلة الأساسية أفشى ربنا يباريك له ما احتجناه في يوم إلا كان عند حسن الظن بي كهربا بيجاهد عشان إن شاء الله يعود لمكانة كبيرة حتى لو يلعب نص ساعة ربع ساعة حاليا نفسه بيلعب وحاليا نفسه بيسجل وحاليا نفسه الجماهير بتهتفله ده المطلوب عشان كده كل مرة بنحاول نجيب لكو جزء من تدريب النادي الأهلي ولو كان جزء قليل لكن بيدينا صورة لما يجري داخل النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر